من محافظة نينوة العزيزة على قلوب كل عراقيين نفتح هذه الجاسة اليوم لتوفير الدعم لابناء هذه المحافظة الكريمة ونرسل رسالة لكل عراقيين أن وجودنا اليوم بالمحافظة هو جزء من خطة الحكومة لمتابعة كل ابناء العراق وفي كل محافظاتهم ليس مصادفة أن تكون نينوة مثال للتنوع العراقي الذي هو عنصر قوة في أي مجتمع أو في أي دولة لكن ظروف العراق الصعبة خلت في بعض أحيان يكون هذا التنوع مع الأسف شديد عامل تحدي اليوم ما طومنا عندنا أن نحول هذا التنوع إلى عنصر قوة حقيقي أن أرض العراق التي تجمعنا جميعا يجب أن تكون رسالتها للعالم أن هذا التنوع هو جزء من الهوية العراقية التي تعتمد على المواطنة والانتمال الوطني الأمم التي تحفظ تنوعها دائما هي أمم متحضرة وتكون قوية وأمم حية ولهذا يجب أن نستفعل من هذا التنوع من نينوة لكي ندعم مستقبل هذه العلاقة بينها التنوع لم يكن يصل التنوع إلى يوم الأيام إلى نقطة خلاف وإنما نقطة التقاء إن شاء الله هنا على هذه الأرض الحبيبة في نينوة العزيزة شهد العالم واحد من أصعب التحديات وسفر من التضحيات في الحرب على الجماعات الإرهابية والحرب ضد داعش بجهود أبناء هذه المحافظة وبجهود كل العراقيين وبجهود أصدقاء العراق نجحنا جميعا بدحر هذه الجماعة وعندنا الحياة لهذه المدينة الخالدة يجب أن نقدم لهذه المحافظة كل ما نستطيع أن نقدمه نعم سوء الإدارة والفساد خل المحافظة تكون في وضع صعب وأرجع كالرسوء الإدارة والفساد هو من سمح لداعش بأن تحصل على موضوع قدم بهذه المحافظة يجب أن نحارب الفساد بكل قوة ونمنع أي فرصة لهذه الجماعات أن تحصل على موضوع قدم عن طريق حفاظة كرامة مواطنيين هنا شكلنا لجنة خاصة لإعمار المحافظة ووجهنا بوضع خطط وخارض الطريق للنهوض بما دمرت الحرب ضد الإرهاب بدأنا العمل بمشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة وهذه الزيارة الثانية خلال سنة لمتابعة مشاريع استراتيجية مطار المنصد ومحطة القطار ومشاريع أخرى أدعو جميع الوزراء والسادة المسؤولين بالاستمرار بالعمل والمجيء إلى محافظة نينوى متابعة مشاريع شخصياً لكي يقفوا على المشاكل والتحديات وتدليل الصعام المحبة والاحترام له هنا في هذه المحافظة العزيزة المحبة والاحترام له هنا في جميع عموم العراق نقول من نينوى ننطلق لبعث رسالة أنه سوف نتابع جميع مشاريع التنمية في عموم عراق الأسبوع الماضي كنا في كربلة وتابعنا قضية الاعتدال الغاشم على أحد مبدعي العراق مهندزي العراق الوطنيين واليوم نقول من نينوى سوف تنطلق عملية متابعة كل مشاريع استراتيجية في عموم عراق مرة ثانية نحب بكم وعلينا العمل بكل جدية لتحقيق ما وعدنا بالناس من مشاريع تخدم المواطن وتحفظ قرامة العراقية